اسواق الخليجية هذه المرة الجميع باللون الأحمر بورصة دبي 3267 نقطة يفقد مؤشر دبي 31 نقطة يتراجع بـ 19% سوق أبوظبي يستقر عند الـ 4500 وحوالي 70 نقطة متراجعاً بـ 20% فاقداً أقل من 10 نقاط مؤشر قطر يشير إلى 9000 وحوالي 67 نقطة متراجعاً بـ 14% ويفقد كذلك قرابة الـ 40 نقطة من الأسواق الخليجية مشاهدين إلى هذا الخبر حيث أوصى مجلس إدارة شركة أبوظبي لبناء السفن بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بالنسبة 10% ما يعادل 10 فلوس للسهم من رأس المال عن عام 2017 ونظر على سهم إذن أبوظبي لبناء السفن يشير إلى درهمين وـ 25 فلس للسهم الواحد قياديات دبي ننتقل لنشاهد شركات القيادية إذن دراك أندسكيل 12.7 تراجعات الوطنية للتبريد يتراجع هذا السهم بـ 2 وحوالي 13 تقريباً إعمار العقارية تراجعات بأقل من 1% مجموعة إعمار مولز على تراجعات بـ 14 فقط وأرابتك يتراجع هذا السهم بأكثر من 2% من قياديات دبي إلى قطاع المصارف في دبي هذه المرة نتابع الشركة الوحيدة المرتفعة هي بنك التمويل الخليجي وارتفاعات بـ 14% باقي الشركات على تراجعات سوق دبي المالي يتراجع بـ 19% مصرف السلام يتراجع بـ 15% ومصرف عجمان يتراجع بـ 1% وحوالي 19% تقريباً للسهم إذن من قطاع أو من سوق دبي إلى أبوظبي القياديات دانغاز على تراجعات بـ 14% مؤسسة الإمارات للاتصالات على ثبات واستقرار عنده 17 درهماً للسهم الدار العقارية إذن ارتفاعات بـ 19% إشراق العقارية ارتفاعات بـ 82% أبوظبي للطاقة يرتفع هذا السهم بالنسبة القصوى للارتفاعات من القيادية أبوظبي إلى قطاع المصارف في أبوظبي إذن تباين في أداء شركات هذا القطاع بنك الاتحاد الوطني يرتفع بـ 15% ويستقر في المنطقة الحمراء على النقيض بنك أبوظبي التجاري يستقر في المنطقة الحمراء متراجعاً بنك الشارقة على ثبات واستقرار وبنك رأس الخيمة الوطني كذلك على ثبات واستقرار حتى هذه اللحظات